موقع وش فكرته؟ طبعاً لكل نواع الجوالات فكرت أن يطلع لك الموية اللي موجودة في السماعات يعني لو سبحت بجوالك أو مثلاً جهازك طاح في الموية والسماعات صارت يعني صوتها مو قوي أو مو نفس الصوت الأساسي للجهاز فجرب هذا الموقع فكرت أن يطلع لك كل الموية اللي موجودة بالسماعات سواء سماعات اللي تحت أو اللي فوق حق المكانمات زي ما تم شايفين الحين عشان تشوفون قوة الصوت اللي يطلع فبيطلع الموية زي ما تم شايفين الحين الآن بشغل الصوت شوفوا الهوى اللي بيطلع مع السماعات وهذا يبين لك أنه لو كان فيه أي موية رح تنشف ورح تطلع مع السماعات زي ما تم شايفين الحين بشغل شفتوا كيف حركت الورق اللي تحت فمن هنا بتحس أنه فيه هوا والصوت قاعد يطلع كل الموية اللي موجودة في السماعات أيضا حتى السماعات اللي موجودة هنا فأنصحكم في الموقع أحفظوه عندكم خصوصا الناس اللي مقبلة على سفر وبيسافرون بيرحون بحر ويستخدمون أجهزتهم إلا ما يدخل جهازك موية سواء كان جنب المسبح أو دخلت فيه بالموية خصوصا ما لازم لكل يعرفها لا تدخل بجهازك بالموية خصوصا أجهزة الآيفون كلها ما هي ضد الموية مقاوما للموية يعني مقاوما للموية ممكن تسبح فيها فترة بسيطة بس والعمق بسيط موجود تفاصيل التفاصيل هذه موجودة في موقع أبل ولكن أنا ما أنصح أبد أنك تدخل بجهازك بالموية خصوصا بعض الناس اللي جزتهم قديمة أو جهازك مفكوك ما ينفع أبدا تدخل فيه بالموية لأن الربرات اللي موجودة داخل الجهاز بعد ما نفك الجهاز خلاص سهل يدخل الموية فبيخرب معك وبيطفى على طول